في الحقيقة الدراما والسينما المصرية يعني خلتنا نعمل حاجات بنعتقد ان هي نوع من انواع الريفرش او ان احنا يعني بنعيد تأهيل جسمنا تاني زي مثلا تقطاقة الصوابة زي الناس اللي هي بتعمل كده في الحركات دي لها تقطاقة الرقبة فيه ناس بتقعد طول الوقت قاعدة غلط وده بيكون ليه اثار سلبية كبيرة جدا على العمود الفقري وعلى الفقرات العنقية وايضا على الرقبة ده بيضطرهم ان هم يطقطقوا رقبتهم بالشكل ده وده ممكن يأثر تأثير تاني على رقبة الانسان من غير ما يشعر بالاضرار السلبية ايه اللي ممكن تحصل له بعد كده وممكن سمعنا بقى الناس كتير بقى ايه بقولك انا بعالج ده زي سام كري البني قدمين والميكانيكي اللي مش عارف الحرفيين والناس يعني هلأ اي حال فيه ناس فعلا طول الوقت طول ما احنا قاعدين نقاطق صابرة زي ما احنا نتكلم الرقبة يعني طول الوقت فيه بعض الحركات الغلط تماما هينا عرف ايه هي القادرة النتجة عن طقطقة الاصابع الرقبة ايه المخاطر عمتا عادتنا الغلط على العمود الفقري والفقرات العنقية سألة كتير جدا انا اعرف اجابتها من خلال ضفنا منوارنا في السيديو سباح الخير يا مصر الاستاذ دكتور طارق حمدي السري واستاذ جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري بجماعة عين شم سباح الخير يا دكتور سباح النور سباح جمانة سباح مصطفى مالدئين كده احنا عادين صح احنا كويسين انتو حايلين حمد لله طيب دكتور خلينا في البداية نتكلم على موضوع التقطعة ناس لطول الوقت عادة انا واحدة منهم زي ما عملتها كده دلوقتي بعض التقطعة صحابعي فيه ناس بالتقطعة برقبتها ودي ممكن حداك كنت بتكلم قبل الهواء قلت لنا انديل اخطر خلينا في البداية نعرف من حضرك ايه اصلا التقطعة دي عبارة عن ايه وليه غلط او ليه خطر او امتى بتكون غلط او خطر طيب هو خلينا نحطهم ثلاث حاجات كده في موضوع التقطعة ده اولا جاي عيان بيشتكي بيقول انا بحس ان رقابتي بالتقطعة بوپنج وهو جاي من بوپنج يعني زي بوبكورن كده وحد تاني بيهو بيطقطع رقابته والحاجة التالتة بقى ان راح لحد يطقطع له ظهره ولا يطقطع له رقابته اهم دول ثلاث حاجات تقطع اللي هو جاي بيقول انا رقابتي بالتقطع اللي جاي بيقول انا رقابتي بالتقطع ده في حاجات فيها مش مرضية خالص وما هيش مرض وما هيش مشكلة وما هيش حاجة تشكل اي ازة من اي نوع لانها ببساطة اي مفصلة في جسمنا ما بين الفقرات ما بين صابعنا في ركبنا ايا كان هي جواها سائل والسائل ده لازج شوية علشان يسهل الحركة ويعديها مرونة وليونة فالسائل ده جوا اكسجين وجوا نايتروجين وجوا كاربون داكسايد كلها نوع من نوع الغازات ممكن تبع عاملة زي فقاقية هوا صغيرة جدا مع حركة ولا حاجة تروح الفقاقية الهوا دي تفرقع فتروح عاملة صوت البابينج ده او الطقطقة دي ده مش مرة ونطمنه ونقوله ان فيه مش مشكلة طب ممكن يبقى فيه طقطقة نتيجة التهاب ان كل المفصلات دي مربوطة بعضلات والعضلات دي مسكة في المفصلات وفي العظم باربطة لو فيه التهاب في الاربطة دي او في العضلات دي وبقى مع حركة رحت متحركة من مكانها ده هيعمل طقطقة دي حدوطة بقى محتاجين ان احنا نبص عليها ومحتاجين نشوف ايه سبب الالتهاب ده ونديله ادوية مخصوص للالتهاب طب لو فيه نزلق غضروفي او فيه مشكلة في خشونة في الفقرات او اعوجاج في العمود الفقري هل ممكن نعمل كده؟ اه ممكن ده مرض تاني وده حاجة برضو لازم ندور عليها ونعالج سبب فده البنادم اللي جاي بيقول انا بطاقة الواحد طب انت ساعات تبقى حاس انك مش مرتاح صوابعك رقابتك تقوم تحركة حركة كده علشان خطر تريليز او علشان البابلز دي تروح خارجة من مكانها فتقوم ترتاح شوية طب لو انهاش حركة عنيفة في صوابعك او حاجة يعني ماشي اوكي نروح بقى الحد بيطقطق لنا ظهران وردها لانا بلاش دي خط دول انت شو غلط خالو دول حاجة في منطه الخطور اه بيعملوا ايه دول؟ دول مرخصين دول ليهم شكل يعني من اشكال العمل الطبي بيشتغلوا بي ولو ما مدربين اصلا هو انا النهاردة لو انا مسير انا بعمل مساج او ان انا مدرب ما هو ده بيتقاطع شغلي مع حضرتك ما هو انا ممكن اعمل حاجات ليه علاقة بشغل الدكتور مظبوط صحيح هو الراجل المسوس او الراجل بتاع المساج او اللي بيقدم خدمة المساجينج ده ده حاجة والناس بتقول العلاج الطبيعي حاجة صحيح والتالت بقى اللي ذكرته في بداية كلامك اللي هو حيطقطق ويشد الفقرات ويتعامل بكثير من العلون ويطلق عليهم الكايرو براكتك دلوقتي يعني ده اللفظ الطبي الشيك شوية بس دولة يعني لا التالت بلاش يعني المساجينج لطيف حاجة ريلاكسينج وكويسة الناس بتقول العلاج الطبيعي وده كثير العلاج الطبيعي دول طبعا مفيدين جدا 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 وما قدرش عيش من غيرهم دول الأفضل طبعا لكن شد الفقرات طقت الفقرات بعنف لو هو حقيقي فهو في منتهى الخطورة لأنه هو فقرات الرقبة مثلا دي فقرات ماشي جواها النخاع الشوكي الكابل الرئيسي اللي خارج من مخ رايح لباقية الجسم علشان خاطر يديره كل أوامر الحركة ماشي كمان خارج من القلب رايح للمخ رايح شوريانين يمين وشمال في منتهى الأماء ماشيين جوا الفقرات ورايحين لحتة مهمة قوي في المخ دي رايحين لجزع المخ اللي فيه مراكز بتقول للقلب يدق والنفس يتنفس وما إلى ذلك لك عيس فأنت متخيل أننا هروح لحد هو لا أتخيل نهائي أنه عنده دراية بتشريح البناء آدم وأنه هو هيعمل حركة عنيفة في الرقبة وبعدين نسمع كراك 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 وتكون نتيجة مأساوية فدي فكرة يعني لا يمكن أن أنا أنصح بيها أبداً وأن أنا ألجع لها بأي شكل عشكال طيب بالنسبة لمشاكل عمود بقى الفقري ودي حقيقة يمكن شائعة في مجتمعنا للأسف الشديد نظراً لقعدة غلط النوم نفسه غلط حتى عادتنا على المكاتب والتليفون وما إلى ذلك عايزة أعرف من حضرتك أولاً الأعدة السليمة المفروض تكون قدية أعدة أصلاً على المكتبة والأعدة أن الشخص يفضل قاعد في نفس المكان مفروض مدة قد إيه لا تتجاوز قدية مفروض يقوم يتحرك قد إيه لو تقولنا بس يمكن جايد لاين كده أو ملامح التعامل السليم مع رمود الفقر طيب هو يعني الأعدة المدة المدة مفروض ما يلفش علينا الساعة قاعدين في مكان قاعدين في مكتبنا قاعدين في أي أن كان الشغل اللي بنشتغله قاعد زي ما أنت عايز اشتغل عدد ساعات اللي أنت عايزها لكن أرجوك يعني بلاش تبعات إيميل للمكتب اللي جنبك قوم روح قوله اللي أنت عايزه وابعت له الإيميل برضو عشان لو هي حاجة يعني official document مثلا روح اعمل لنفسك الحاجة اللي هتشربها وارجع اتحرك ما تخليش تلف عليك الساعة الأعدة المزبوطة هي التسعينات يعني ضهرك مع الفخد مع الصاق مع الأدم كل حاجات دي تسعين درجة على بعض دي هتكون حاجة كويسة ومفيدة جدا دي الحاجات الشائعة اللي الغالبية عارفنا بس في حاجات تانية صغيرة قوي بتعدي علينا يعني أنك تكون بتشرب مية بكمية كبيرة ده بيساعد جدا على أن كمية السوائل اللي حوالين مفاصلاته وحوالين عمودة الفخرة تبقى كويسة وتحافظ على غضريفك نظرة وسليمة وبصحتها التدخين كمية دخان جوه جسمك وكمية كاربون دعكساعد جوه جسمك وأكسجين حرمت دمك منه فبالتالي الدمور يحصل أسرع في الغضريف والخشونة في الفقرات في سن صغير تحصل أكتر الأكل الصحي يبقى كمية فيه كمية ألياف وخضار وفكهة يعني هذه حاجات هتأثر في العمود الفقري وممكن نهملها شوية طيب إحنا عندنا الطب كل مرحلة من مراحل التاريخ بيتطور بالتأكيد بعد ظهور الموبايل والقعدة اللي هي عاملة دي كده بطلع الدرسات بتحذر من حاجات بتقول أرقام بتشرح اللي حصل في تاريخ العمود الفقري بتاع البني أدمين هل ده حصل معنا مع ظهور الموبايل ومع وجود يعني أنا لما بروح الجم فيه تمرين معين بالكابتن لازم يعمله علشان الأعدى الغلط دي دايما يقولك عشان تفرد ظهرك عشان هو عارف إن كلنا رغم غزبنا عننا هنعمل كده آه مظبوط كلام سليم آه كلام سليم فعلا يعني التانية بتاعة الرقبة اللي حضرتك أشرت لها دي الحقيقة هي مؤزية جدا جدا فقرة الرقبة ومدة طويلة لا مؤزية جدا جدا يعني بنشوف شبان وناس صغيرة عندها إعوجاج في العمود الفقري ممكن تلاقي شاب أو شابة جسمهم كويس ووزنهم مش مليان ولا أي حاجة وعنده إعوجاج في العمود الفقري غير مبرر بالسبب الكثير بسبب إن هو قدى وقت طويل قوي بيبص في الموبايل بيتابع والموضوع يعني هو ما تشبقاش قادر تسيبه أنت بتتفرج على فيديو قصير على تيك تاك وبعدين الفيديو اللي وراء يستقلبه وعلى اللي وراء يستقلبه وبعدين تلاقي مثلا عدد من الساعات عدة سريع جدا 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 يعني تابع اللي أنت عايزه أوكي ماشي بس بلاش الوقت الطويل اتحرك من مكانك وعمل حاجة تانية مختلفة طيب بالنسبة للسيدات فكرة الكعب العالي وقال إنه بيؤثر برضو على عمود الفقري دي حقيقة ولا لا؟ ما لا جلق هو يعني بالتأكيد حيأثر ومن الحاجات اللي شفناها كتير عوي إنه هو بيزود بشدة لعوجاج بتاع العمود الفقري بالزاد في منطقة الفقرات القطنية يعني لو هو حيؤدي لألم ويكون في منه أعراض فأنا حنصح أنه بلاش وبلاش نعمل حاجة بتوجعنا يعني آيان كان التمن يعني هو بيوتي اسباين بس يعني بلاش يعني حيكون مزعج شوية لكن في ناس على فكرة يعني قابلت سيدات وطبيعة شغلهم وبالبسكو عب علي ويعني بستغرب جدا بني بقولوا لي إنه هي مريحة أوي بالنسبة لنا وإننا ما عرفش نمشي بحاجة فلات هي يعني بتبقى فيه جزء منها تعاود وفيه بيبقى كعوب مريحة متبقاش مضرة وفيه شك غيرها تاني بيبقى مضر وهكذا لكن هو بالفعل لأنه حسب الدراسات فيه ناس بتقول إنه الكعب العالي بيؤثر على العمود الفقري فيه ناس تاني بتقول لا مش بيؤثر فعشان كده كان مهم إن حضرك توضح لسيدة المشاهدين فهن حقيقة الأمر يعني معك يا عبد الفرق بين الطقتين المضرة والغير مضرة أوكي الحاجة اللي أنت بتعملها بإيدك أنا حوافق عليه اللي هو لما تقوم النوم بتعمل لو أنت قاعد فترة طويلة فبتحرك رقابتك كده ده عادي أنا موافع ما خفش منه لا أنا موافع لدي تمام يعني أنا موافع لدي بابلز أو فقعات بتطلع بالضبط ولو الموضوع تكرر ومصاحب ليه ألم هبتدي أفكر في أن فيه وراء التهاب في الأنسجة أو في الأربطة أو في العضلات ما روحك شفتنا وحدور على السبب وأتعامل معاه لكن تاني حروح لحد حيشدني أصل هو الفكرة إن أنا لو حعمل موضوع شد الفقرات ده بجد يعني أنت متخيل أنه هو محتاج أوزان مهولة وعدد ساعات مش أولاد على سبيل المثال أنا علشان أعمل شد فقرات للفقرات القطنية أنا محتاج حاجة تقارب المية وخمسين كيلو معقولة علشان أشد فقرات الرقبة لعيان في حادث علشان أرجحها مكانا لأن حصل حادثة وحصلت مشكلة والكسر أنا محتاج خمسة كيلو لعظم الجنجمة واثنين كيلو لكل فقر طيب إحنا عندنا سبع فقرات في الرقبة وخمسة في اثنين أربعتاشر وخمسة تسعتاشر وبعدين إتناشر فقرة في العمود في الفقرات الصدرية أربعة وعشرين يعني 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 مش فهم معلش ممكن حدث بس وضعني الأوزان دي إزاي يعني إيه محتاج طيب يعني مثلا في حدثة وفقرات الرقبة اتكسرت واتزحلقت من مكان أول خطوة قبل ما أدخل قط العمليات أنا محتاج أن أنا أشدها عشان أرجحها مكانها عشان أحمي الأعصاب لحد ما أدخل قط العمليات طبعا طبعا هشدها على أوزان شكلها عامل إزاي بشدها على وزن الوزن ده محسوف الوزن ده مش أنا بحطه كده أولا عيان ده واخد أدوية معينة ترخي العضلات تماما علشان أطلع الإفكت بتاع العضلات أنا علشان أشدها بس من الأربطة بتاعتها عايز خمسة كيلو أحسبهم إزاي يعني خمسة كيلو للعضم الجمجمة واثنين كيلو لكل فقر يعني لو مثلا الكسر في الفقر الخمسة يبقى أنا عايز خمسة كيلو للعضم الجمجمة يعني إيه خمسة كيلو يعني حط وزن خمسة كيلو واشد بيه هعلقه في دماغه يلا عربي فأنت متخيل عشان أشد فقرات ظهره أنا عايز أعلق في جسمه وزن قد إيه تقولت مئة وخمسين حاجة رقم مهول يعني حاجة مستحيل إن حد يعمله علشان كده أنا لا أتخيل أبدا إن أي حد بيد داعي إن هو بيشد فقرات أو 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 إن هو بيعمل كده بجد هو ممكن يكون بيدوس دوسة جمدة فيقوم يعمل شيء من الطقطقة والألم فبالتالي يبقى فيه نوع من أنواع الإيحاء بإن حصل عملنا شد للفقرات لكن هو يعمل الحكاية دي بجد فعليا شيء مستحيل يعني شيء ما مش منطقي وهو علاج قديم يعني هو فكرة كانت مش حاجة حديثة دي حاجة من قديمة الطب من قبل اختراع الطب والجراحة حاجة موجودة بس مخطرة يعني يمكن كانت مبررة في وقتها لكن دلوقتي مع وجود كل التطور ده يمكن ما كانتش معروف أضرارها في وقتها على الأقل مثلا بالزبط كده ويمكن كانوا اللي بيعملوها عارفين بيعملوا إيه احنا عندنا النهاردة يعني اللي بيعملوها مش عارفين بيعملوا إيه ما اعتقدش أنه فيه دكتور مؤهل بيعمل ده يا دكتور ولا ده مش تحيل يعني أنا لو جيت لحضرتك وحرك دكتور وطبيب وقولك أنا عايزة أشد فقراتي عشان لا لا فين فين الأدوات اللي أنا أعمل فيها كده وإن أنا أعادك حاجة مثلا بتاعة 4-5-6 ساعات شدت بعذبك ده نوعا معد تعذيب ده مش عادل تجمية خمسين كيلو لا 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 ده عزيب ده يعني يا لأي حالي دكتور طبعا للمشكلة حضرتك على كل هذه النصايح ومرة تانية بننصح إن احنا نحاول نقعد قاعدة سليمة ما نقعدش أكتر من ساعة ما تلفش عينة الساعة وإحنا قاعدين نتحرك على قد ما نقدر نشرب ميا لأن دي كلها يمكن سلوكيات بتحافظ على العمود الفقري حتى والفقرات الأنقية زي ما نصحنا دكتور طارق حمدي السري أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بجامعة عين شمس شكرا لحدك دكتور شكرا نجازين لك دكتور وكده مشاهدين الكرام